اشتركوا في القناة 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 وقال ان اتحاد الكرة سيتعاقد مع خبراء مختصين بالتنسيق مع الجهاز الفني حول التغذية والاحمال الخاصة بالعادلين لمواجهة ازمة الصيام خاصة وان الارجنطيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب سبق ان اشتكى من فكرة الصيام قبل مواجهة تونس في يونيو الماضي بتصفيات كاس الامم الافريقية في 2019 وكان هاني أبو ريدا رئيس اتحاد الكرة قد أكد أنه سيطالب اللاعبين بعدم الصيام في رمضان المقبل إلا أن اتحاد الكرة قرر التعاقد مع خبراء جانب لمواجهة الأزمة في حالة إصرار اللاعبين على موقفهم وجه خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الدعوة إلى الحكم الدولي جهاد جريشا من أجل تكريمه بعد اختياره في كاس العالم وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن اختيار جهاد جريشا ضمن الحكام الذين يديرون مباريات مونديال روسيا 2018 كما وجه وزير الرياضة الدعوة إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدا من أجل حضور حفل تكريم جريشا أستقر مجلس إتحاد الكرة من قبل على منح جهاد جريشا مكافأة مادية إلا أنه لم يتم تحديدها حتى الآن أنا للتزام دايماً بتعلم بتحرك ببصّل قدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكرة بطير بحلي وعندي أباك موسيقى أنا أنت موسيقى معظم ماد في الكون الأهل ثم الجميع وإلى أخبار الألعاب الأخرى والبداية من كرة السلة حيث حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزان كبيراً على فريق جزيرة بنتيج 77 سبعين في المباراة والتي أقيمت بينهما على صالة النادي الأهلي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من دور المرتبط للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني للفريق كابتن إيهاب أهلاً وسهلاً بيك أهلاً بيك فيرو كابتن إيهاب أحكي لنا عن أحداث المباراة مباراة المباراة الحمد لله كتبنا باراة سبع سبعين سبعين يبتدينا تباييس وخلصنا في الهفتايم بكورتر الثاني 13 بونت ضغطنا عليهم كورتر الثالث خلصنا برضو فرق 13 جزيرة عمل خامباك في نصف الكورتر الرابع ووصل فرق لأحد سبع بونت طيب كابتن إيهاب أهلاك في شكل المنافسة الموسم ده المنافسة استنيت زي ما أنا قلت قبل كده المنافسة السنة دي صعبة قبل فرق حصل تدايمات كثير وحصل انطقالات الموسم الدوات فالستيد عمل تدايمات كثيرة عمل تدايمات سموحة عمل تدايمات فالمنافسة السنة دي صعبة عن سبورتنج وسموحة والشمس والجزيرة وهليوفلس في خمس فرق بنفسه بنفسنا نجعل الدوري ستنادي الدوري ستنادي دوري قول طيب كابتن إيهاب هل هيكون فيه أي تدايمات للفريق الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله يكون فيه تدايمات بستكلي اللي يخلصينا يعني استخلص وإن شاء الله هاكون يعني عليها بسرعة إن شاء الله يكون فيه تدايمات قريبة يعني إن شاء الله الفريق صبق فقص إن شاء الله بسنا اللي طيب كابتن إيهاب ايه هي مواجهة الأهلي اللي جاي؟ عندنا آخر موانش عندنا في الدور قبل النهائي اللي اسموحة في اسموحة يوم القومة اللي جاي ده آخر مباراة قبل الدورات المجمعة نلعب اسموح يوم القومة اللي جاي وبعد كده نسافر نسافر اسكندرية نلعب قوله دورة مجمعة يوم 14 و15 و16 أكيد ده ألف مبروك الفوز اللي حقاو الفريق كابتن إيهاب وكل التوفيق للفريق في المواجهات اللي جاية كابتن إيهاب الألفي المدير الفني الفريق الأول لقرة السلة سيدات بناد الأهلي شكرا جزيلا لك كنت معي عبر الهتف يشارك فريق براعة مع النادي الأهلي بال19 سباح وسباحة في بطولة الجمهورية للغتس المقامة في الفترة من السادس وحتى العاشر من ديسمبر بنادي هليابلس الرياضي وتقام البطولة على ثلاث مراحل في مرحلة هي مرحلة المبتدئ ومرحلة المتقدم ومرحلة المتميز زيادهم من جهاز الفني لغتس الأهلي والعزة رئيس جهاز ألعاب الماء وطارق صغير رئيس جهاز الغتس وأسامة محمد خلف المدرب العام وأسامة كساب والمستشار الفني للعبة وطارق نبيل المدير الفني لفرق الغتس ورن على إدارية الفريق حقق فريق مرتبط سيدات كرة سالة بنادي الأهلي تحت 16 سنة خوزا مستحقا على فريق مرتبط الجزيرة بنتيجة 61-22 في المباراة والتي أقيمت بينهما على صالة الأهلي في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهدي الثاني لدور المرتبط ويخوض الفريق مباراته القادمة الجمعة أمام مرتبط سموحة على صالة نادي سموحة بالإسكندرية وصلت صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني الأول هيريال لسكو القاهرة قاهرة عائدة من فرنسا بعد تكويج بلقب بطولة العالم للفرق والتي أقيمت في مدينة مارسيليا الفرنسية خلال الفترة من 27 من نوفمبر وحتى الثالث من ديسمبر الجاري عقد فوزه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-0 وكان في استقبال منتخب الاسكواش المهندس عاصم خليفة رئيس الاتحاد ويبوم المنتخب أربع لعبين وهم كريم عبدالجواد علي فرق مروان الشرباجي ورامي عشور اشتركوا في القناة فصل قصير ونعود إلى جونة الملاعب العالمي